السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب فالصلاة على الحبيب مسكن وطيب الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب ومن صلى على الحبيب أبداً لن يخيب وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب فسمعون الصلاع الحبيب اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وأشهد الله أني أحبكم في الله أسأل الله أن يجمعني بكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قلوا أمين لازلنا مع نبي من أنبياء الله لاقى من قومه العذاب ألوانا حاول معهم بشتى الطرق وبكل الطرق وبكل السبل فأغلقوا في وجهه كل الطرق وعطلوا في وجهه كل السبل كانوا يضعون على وجههم الأشياء حتى لا يرون هذا النبي ويغلقون أذنهم وتلك مبالغة حتى لا يسمعون هذا النبي كانوا معطرضين اعتراض شريد تسعمائة وخمسين عاما أو تسعمائة وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عاما سيدنا نوح ولازلنا مع سيدنا نوح في ضوء صورة هود جزء الاثناشر والنهاردة هنبدأ بالآية رقم 28 حضراتكم على طول بقى أوتوماتيك من غير ما أقول تجهزوا المصاحف كل يوم خميس تمانية ونص تقريبا بعد العشاء مع القص الحق مصحافة جاهز هنفتح فين النهاردة صورة هود آية رقم 28 الجزء الاثناشر مع سيدنا نوح قال الحق جل جلاله في صورة هود 28 قال يا قومي الكلام لسيدنا نوح بعد أن شتموه وأذوه وسبوه قال لهم دعكم من عرضي ودعكم من نفسي ودعكم من شخصي خالدنا في المهمة تلك هي أخلاق الدعاة قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قومي يا أهلي يا ناسي يا أقرب الناس إلي خير أرأيتم أرأيتم بأعينكم بأعينكم أو بقلوبكم أو بعقولكم إن كنت على بينة من ربي يعني فرضوا لو أنا على حق يا سلام وهو يعلم يقين أنه على حق ولكن دي من مجارات الخاص بيحاول معهم بكل الطرق لأنه نهارا وجهارا وسرا وإصرارا حاجة وهم اعتراض 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 الله يكون فعنسدنا نوع بصراحة والله العظيم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لو أنا بأعين على الحقيقة وعلى يقين وأنا صادق وآتاني رحمة من عنده الرحمة هنا يرد بها الرسالة والوحج كما قال الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في آية أخرى لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك فالرحمة هنا بمعنى الوحي والرسالة والنبوة وآتاني رحمة يعني وحيا ورسالة ونبوة من عنده العندية لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى فعميت عليكم عميت بمعنى يعني أخفيت عنكم لم تظهر لكم بسببكم أنتم أنتم الذين أغلقتم أعينكم وقفلتم آذانكم أيوة استغشوا سيابهم وأصروا واستكبروا استكبار فعميت عليكم فكنتم لكم أعين ولكن لم تروا بها الحق ولكم آذان لم تسمعوا بها الحق ولكم قلوب لم تفهموا بها الحق كما قال جل جلاله سبحان الله أتواصل به كل قوم الأنبياء المعترضين كذا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضال يعني لهم عيون بس ما شفوش بها غير الباطل الآذان لم يسمعوا بها إلا الباطل القلوب لم يفكروا بها إلا في الباطل شيء عجيب جدا فعمية عليكم الله الله شوفوا الكلمة اللي جادي بقى أَنُلْزِمُكُمُوْهَا اللام كم حرف عشرة وده من الكلمات القرآنية الطويلة جدا وده الكلمة رقم اتنين في الطول لأنه عندنا كلمة أطول منها في القرآن تأخذ حداشر حرف في سورة الحجز كلمة فأسقيناكم هتلاقيها حداشر لما تكلم الله عن الماء ونزلنا من السماء فأسقيناكم دي رقم واحد أطول كلمة في القرآن احفظوا معايا بقى فأسقيناكم في سورة الحجز طب الكلمة رقم اتنين في الطول أَنُلْزِمُكُمُوْهَا طب الكلمة التي تليها بقى رقم ثلاثة في الطول في الترتيب في سورة البقرة فَسَيَكْفِيكَ هُمْ القرآن دي عجيب شوف كم حرف اتركبوا مع بعض يدونا كلمة واحدة كلمة أَنُلْزِمُكُمُوْهَا دي لما نفسرها هتلاقي حاجة عجيبة أول اسمع كده الهمزة استفهام نُلْزِمُ فَعْل نُلْزِمُ فَعْل الكاف ضمير واخدوا بالكم قبل الكاف في فاعل بقى نُلْزِمْ فعل يبقى الهمزة استفهام نُلْزِمْ فعل مضارع مرفوع حلو الفاعل ضمير مستترس مقدر هذي تلاتة شوف دي كله في كلمة واحدة الكاف مفعول به أول الميم اللي بعد الكاف تدل على الجمعة هذي خمسة الواو للتسهيل أو للتخفيف النطق أيوة الهاء مفعول به ثاني كم حاجة سبع قواعد سبع محطات سبع مراحل في كلمة واحدة أَنُلْزِمُكُمُوْهَا يا سبحان الله لما جوم يترجموا القرآن لللغة أجنبية أخرى لفوا القوامس بتاعتهم كلها اللغات الأجنبية بقى الإنجليزي خاصة ملقوش كلمة قصادها لأن ترجمة القرآن ترجمة معاني مش ترجمة كلمات عارف حلوها أو فكوها في اللغة الأجنبية كلمة أَنُلْزِمُكُمُوْهَا دي الكلمة دي فسروها بإيه؟ بجملة مكونة من سبع كلمات سطر ولا سطر نوع سبع كلمات يحلوا بهم كلمة واحدة في القرآن سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا كتابه آه وندخل في أشياء برضو لغوية دقيقة في قصة سيدنا نوح هتلاقي نفسك قاعد عمل كده سبحان الله على طول هنا يعلو قول الله أفالا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أنُلزِمُكُمُوْهَا سيدنا نوح بقول لهم كده خلاص عرفنا أنُلزِكُمُوْهَا أنُلزِمُكُمُهَا يعني مش هنجبركم عليها مش هنغصبكم عليها وأنتم لها كرهون مستحيل الدل يحتاج إلى إكراه ليه؟ الدل يحتاج إلى إكراه في البداية قبل دخوله ادخل بمزاجك وادخل براحتك نحن ندعوك إلى الله ولا نغصب أحد ولا نكره أحد على الإسلام هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعد الدخول من باب الإسلام ونطق الشهادتين خلاص أنت أنت مجبر أن تلتزم بفعل ولا تفعل تلتزم بهذا حلال وهذا حرام فعدم الإكراه قبل الدخول إذا دخلت فلتزم يا باش إحنا أعطيناك الخيار في الأول كان فيما يشئت لا إكراه في الدين يعني في دخول الدين إذا دخلت فلتزم ذلك يقولك كان أحد الناس يشرب الخمر فقال له إذا دخلت الإسلام هناك خمر قال له بس دخل فدخل واقتنع فأراد أن يشرب قال إن شربت جلدناك خلاص لازم تلتزم بالقواعد سبحان الله قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أنا صادق وأنا على يقين وأنا على الحقيقة وآتاني رحمة من عندي الوحي والنبوة والرسالة فعميت عليكم لم تروها بأعينكم ولم تسمعوها بأذانكم وعترضتم عليها أنلزمكموها أنجبركم عليها أنغصبكم عليها وأنتم لها كرهون مستحيل إن ما دخلتوش الدين برضا وبحب وبود أيوة وبجمال كده وبسهولة وببساطة ما ينفعش دي كانت الآية رقم 28 في رد سيدنا نوح على من آذوه وسبوه سبحان الله شوفهم ما قالوا إيه وهو رد قال إيه والحلقة اللي فاتت تكمل هذه الحلقة شفت بقى أن ننتقل إلى الآية رقم 29 من سورة هود ولازمنا مع سيدنا نوح ويا قوم سيدنا نوح لسه مخلص ويا قوم وقالهم لو أنا على بيينة من ربي ونزلت علي الرسالة وإنتم مش عايزين تصدقوا مش هكبركم على حاجة وأنتم لها كارهون طرم أنتم كارهين الموضوع خلاص ويا قوم خير لا أسألكم عليه مالا مش عايز فلوس من حد مش عايز مال من حد أنا لا أبتغي بهذه الدعوة وهذه الرسالة وهذه النبوة وهذا المنهج مال ولا منصب ولا جاه لإن أجري إلا على الله الله أكبر أنا سأخذ أجري من الله فقط وهذا هو ديدا وطبع وخلق جميع الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين الربانيين سيدنا سليمان لما أرسلت له بالقس الهدية قال بل أنتم بهدياتكم تفرحون أرسلت إليهم الهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بص بص أنتوا بترشوني أنتوا بتديني فلوس أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم اشتبعي بتاعت كنتم تفرحون نسبها إليهم شف ذو القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وما أجوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا نعطيك ما شئ على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال ما مكنني فيه ربي خير مش عايز حاجة من حد فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة وكذ الأنبياء المرسلين إن أجري إلا على الله سبحان الله لكن في هنا مفرقة لغوية ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أدوحد إن أجري مألش إما لي إلا على الله ولم يقل يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله رغم النية جد في آيات تانية في القرآن بعض الآيات الأخرى وبعض الأنبياء قالوا وبرضو صرت هود وهنقف معه ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله لكن هنا مع سيدنا نوح قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا ومع الله قال وإن أجري إلا على الله ليه بقى المال لأن سيدنا نوح يقول لك اتبعوا الأرازل والفقراء والمساكين وهو لم يكن غنيت فهم ظنوا إن سيدنا نوح يتقرب إليهم يريدوا مالا يريد أن ينتقل بقومه أو من اتبعه من الفقر إلى غناء قال لا زي منتوا مش عايزين فلوس مش عايزين منكوا حاجة ما هو أهم حاجة عند الإنسان جيبه خزنته فلوسه ما تقربلوش هو يمشي ورق شوف سيدنا نوح بيفهمنا اللقطة دي إن أجريه مع الله ما يقولش إن مالية إلا على الله بقى ده لله المسر الأعلى سبحانه وتعاله هذا من تنزيه وتقديس الله سبحانه وتعالى إن أجريه إلا على الله وبعد شوية لما قال لهم سيدنا نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله فلما تكلم عن الخزائن بقول لهم أنا ما عنديش حاجة أنا ما بقول لكش أنا غاني ولا عندي ولا بتاع ولا عندي خزائن ولا فلوس ولا حاجة فناسب ذلك ذكر كلمة مالا الخزائن ببقى هو مال فلما عنديش مال يعني ما تنتظروش إن أنا هديكم سأعطيكم ولا أنا هغد منكم بينه بينكم الدعوة والمنهج والرسالة فقط ولما تكلم في جانب الله قال إن أجريه إلا على الله ليه لأن كلمة مال كلمة تخص المال فقط ما يتمول إنما كلمة أجر كلمة عامة تقتضي الأجر المادي والمعنوية وتقتضي الأجر الدنيوي والأخروي لذلك قال إيمالا وبعدين يقول أجرية إلا على الله الأجر في الدنيا وفي الآخرة والأجر ممكن يكون مادي ملموس أو معنوية محسوس يكون صحة يكون رضا وفي النهاية جنة إن شاء الله بإذن الله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا والمال محير الناس كله المال محير حير الناس كله مش وقت النهار ويا قوم لا أسألكم عليه مالا مش محتاج حاجة من حد إن أجري إلا على الله ويا بخت من كان أجره على الله أو الله الصابرون أجرهم على الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصوم لي وأنا أجزي به فالأجر على الله ده ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله شو بقى أصل الأجر هنا وقع على الكريم سبحانه وتعالى وليه المسؤل الأعلى طب الكريم يعطي بكرم طب الأجر كام مش محدد لأن الكريم يعطي بكرم يعطي بغير حساب وبلا حساب سبحانه وتعالى إن أجري إلا على الله سيدنا نوح لسه هو لحد دلوقتي بيتكلم عن نفسه كنت على بينات من ربي لو أنا جيت للرسالة ونزلت علي النبوة وأنتم ابتعدتم ولم تصدقوا عمري ما هكبركم ولا هلزمكم بيها طالما أنتم لها كارهون تكلم عن نفسه ومش عايز مال من حد الأجر سأخذه من الله ثم بدأ يدافع عن الجماعة اللي هم سبوهم بقى معاه لأتباع لهم الأرازل الضعفاء المساكين الفقراء أصحاب المهن الرديئة هم يقولون هذا كلامهم هم وما أنا بطارض الذين آمنوا الله الله هم وصفوهم بالأرازل علية القوم وصفوهم بالأرازل الأتباع إنما سيدنا نوح وصفهم بالمؤمنين وما أنا بطارض الذين آمنوا يفهم من هذا أو يشم كده من بين السطور لما قال لهم قل أسألكم عليه مالا كأن هؤلاء القوم علية القوم وكبار القوم قالوا تاغت كام يا نوح وتمشي الناس دول وتقعد معنا احنا سيبك منهم وخد اللي انت عايزه وخليك تبعنا احنا شوف الناسق القرآن العظيم فرد عليهم بقوة وما أنا بطارض هم قالوا أتروا الدول وما أنا بطارض الذين آمنوا ليه طالما هم آمنوا يبقى عليهم تلقوم كفروا بس هم أغبياء مش فاهمين طالما وصف دول بالمؤمنين يبقى دول كفار على طول إنهم ملاقوا ربهم طب ما علاقة ملاقوا ربهم بقوله وما أنا بطارض الذين آمنوا الله 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 حضرب لكم مسأل عشان وبالمثال يتضح المقال ولله المسؤل أعلم لما أحد الأبناء يخطئ ولد يعمل غلط كلام جميل أو حد يقوله أعمل كذا يقوله لا مش هعمل يقوله ليه يقوله لا أصل الراجل ده يعرفه أبي بيقابل أبويا أو باللغة بتاعتنا بيقابل بابا أو باللغة بتاعتنا بيقابل والدي إيه العلاقة يعني عايز يقوله هيشوفني وروح يقول أو أبقى محرج منه فكأن سيدنا نوح برضو عليه السلام بيقول مش هطرد الذين آمنوا لأنهم لهم لقاء مع الله يشتكوني إلى الله ويأخذ حقهم مني بيناده الله يعني كما يقال وعند الله تجتمع الخصوم هي دي بالضبط وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم هيقابلوا ربهم سبحانه وتعالى جل جلاله وسيأخذ لهم حقهم مني وعند الله تجتمع الخصوم نعم وديما كل الأنبياء يقولوا كده حتى ربنا سبحانه وتعالى ولللمسل الأعلى يقول للنبي وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرُدُونَ وَجْهَهِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ عينك معهم مش مع الكبار لا والنبي يقول وَمَا أَنَا بِطَرِضِ الَّذِينَ وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِمْ عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تكون ظالم يا محمد أو كما قال الله جل جلال وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِمْ عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ سبحان الله تعالى وَإِنْ تَطْرُدْهُمْ يَا مُحَمَّدْ تَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ سيدنا خباب وأسيادنا بقى وسيدنا عمار وسيدنا بلال وسيدنا جليبيب ناس طيبين دول تنصرون وترزقون بضعفائكم وَمَا أَنَا بِطَارِضِ الَّذِينَ آمَنُوا مش الأرازل بقى ده مؤمنين يعني أحسن منكم أنتم كفار بيقولهم هم يعني إنهم ملاقوا ربهم الله شوف بقى وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ قَوْمٌ جُهَلَاء قوم سفهاء قوم أغبياء ما فهمتم ما جئت به وما أرسلت به وما فهمتم أحوال من اتبع عنك فأنتم أخذتم بالمقياس الظاهري بالغنى والفقر بالشكل بالصورة بالمنظر ولكن الله يأخذ بالمظهر جل جلاله الله يأخذ بالمخبر سبحانه وتعالى تقوى القلوب وَمَا أَنَا بِطَارِضِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ كل ده بيدافع عن الجماعة اللي هم قالوا أرازلنا بادي الرأي سيكة سيدنا نوح لأ لسه بيكمل في الآية رقم 30 وَيَا قَوْمُ شخ خذ بالك من كلمة وَيَا قَوْمُ مش ويا كفار ولا يفساق ولا يفجرة ولا يعصاه شف من تأليف القلوب ويا قَوْمُ سيدنا نوح كان دعية مهر والله العظيم يعني سيدنا نوح كان عنده تفن في تنوع أسلوب الدعوة إلى الله يا ريت الدعاء يتعلموا بقى في الحلقات دي فن الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله فن آه طبعا ويا قوم أنا ممكن أترودهم ماشي بس أنا عايز منكو حاجة خير ما ينصرني من الله إن تردتهم مين هيدفع عني أمام الله إن تردتهم إيه يعني إيه احتمال ضعيف بش عملها لكن ده من إيه من ضمن المجارات الخاص يعني يعني افرد جدلا هب جدلا ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكروني توش أخدين بالكم متشغلوا أقولكم شوية مش تفهمهم الآية رقم واحد وثلاثين ولا أقول لكم هيرجع لنفسه بقى ثاني يعني هو الأول تكلم عن نفسه عن الدعوة مش عن الشخص ثم دافع عن الذين اتبعوه اللي هم وصفوهم بالأرازل ثم عاد لنفسه يصف نفسه بدقة وبشفافية وبوضوح نترجم الكلام بالبلدي جاب لهم من الآخر الوضوح والصدق أقصر الطرق ولا أقول لكم عندي خزائن الله بين الجماعة دول كانوا بيحبوا المال أو الغنى أو الجاه فسيدنا نحقا لهم اللي يمشي ورايا مش هتديله حاجة يبقى ماشي باقتناعها لا ينتظر مني شيئا غير الرحمة والوحي والرسالة والمنهج فقط ولا أقول لكم عندي خزائن الله هذه واحد اتنين ولا أعلم الغيب معرفش بكرة فيه ايه شوف الوضوح والدقة لا يعلم الغيب إلا الله ولا أقول لكم إني ملك الله 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 شوف الوضوح سيدنا نوح بجبلوم الآخر أيها الداعية كن صادقا كن واضحا لا تجامل على حساب دينك لا محسوبية في الإسلام ستدخل قبرك وحدك وستقف بين يدي الله وحدك وستحاسب وحدك فشوف سيدنا نوح بيصف نفسه بدقة متناهية وببساطة متناهية وبأدب جم وبتواضع كبير اسمع ولا أقول لكم عندي خزائن الله أنا لا أملك من أمور الدنيا شيء فما تنتظروش مني أعطيكم شاشة تتبعوني لا تبعوني باقتناع وبإيمان ولا أعلم الغيب أنا زي زيكم ولا أقول إني ملك أنا مش ملك ولا عايز تقريبهم كانوا يحبوا بقى الملك والجاه والزعام قالوا أنا مش ملك ولا أنا نبي ولا أقول للذين برضو هيرجع للجماعة اللي اتبعوا تاني يا سلام بيدفع عنهم بكل قوة ولا أقول للذين تزدري أعينكم تزدري أعينكم يعني هم تقللونهم في أعينكم بالبلد مش مليين عينيكم لا يمثلون لكم شيئا لا تعبؤون بهم مش فرقين معاكم جماعة فقراء ضعفاء نحالة القوم أصحاب المهن الرديئة مع العلم أن الكبار ما يبقوش كبار غير بدون غير بهؤلاء الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه هو الكبير اللي قاعد في أصر من اللي عمله لأصر محتاج نجار ومحتاج سباك ومحتاج مبايض محارة ومحتاج بنة ومحتاج كهربائي وما دول اللي بقولوا أرازل القوم هم على رأيهم هم لكن كل الناس على رأسهم من فوق فلولا هم ما كنت أنت ولذلك سيدنا نوح قال لهم ولكني أراكم قوما تجهلون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم جماعة اللي أنت أليلين في عينيكم ومش أخدين بلكم منهم ومش فرقين معاكم لن يؤتيهم الله خيرا طبعا عايزة فهم دي بالراحة هقول تاني الجملة هين القرآنية ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا السياق في خارج القرآن إن هو هيكلم الجماعة الأليلين أو الضعفاء أو اللي هما لا يمسلون لعيلة القوم شيء لن يؤتيهم الله خيرا فكان القياس أن يقال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا لأن الخطاب موجه للجماعة الضعفاء فمش هيروح للضعفاء يقول لهم لن يؤتيهم لا لن يؤتيكم لأن ده خطاب ولكن عدل هنا من الضمير من الخطاب إلى الغيبة بدل لن يؤتيكم أن لا يؤتيهم الله أمنا الخطاب هنا موجه لمين لا الخطاب هنا مش موجه للجماعة الصغيرين لا ده موجه للجماعة الكبار برضو لسه بس القرآن دقيق يجيب الحرف بأكتر من معنى والكلمة بأكتر من معنى دقة قرآنية متنهية ولا أقول للذين ألم هنا بمعنى عن يعني يتحدث عن الذين تزدري أعينه يتحدث للكبار عن الصغار عشان أفصلها لك خالصا نترجمها بقى تفسيرية كده ولا أقول ولا أتحدثه سيدنا نحب قولي كده للجماعة الكبار ولا أقول ولا أتحدث عن الذين تقللونهم في أعينكم ها لن يؤتيهم الله خير يعني أنا مش هقولكم عن الجماعة اللي اتبعوني أنهم لن يؤتوا خيرا من الله لأهم ما هيخدوا خير وبضدها تتميز الأشياء يارب كده الجملة تكون واضحة والتفسير يكون واضح أهو ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا عمري ما هامشي وراكم وأقبح الجماعة اللي اتبعوني ولا أقلل منهم ولا أقلل من قدرهم من قدرهم ها ولا هزعلهم ولا هتكلم بكلام لا يلق بهم شوف الدفاع يا أخي شوف القوة ولا يبقى اللام هنا بمعنى عن اللام اللي هي فين للذين تزدري ولا أقول عن الذين تزدري أعينكم اللي مش فرقين معاكم واللي مش بتحترموهم ولا بتقدروهم مش هقول عنهم أي كلام يزعلهم لن يؤتيهم الله خيرا لا سيؤتيهم الله خيرا هذه معنى الكلام ودي جات في القرآن اللي بمعنى عن في أكثر من موضع ها للحق لما جاء قالوا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يعني قالوا عن الحق لما جاءهم تمام ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا خير شوف بقى الختام الجميل الله أعلم بما في أنفسهم هنا وكل الأمر لمن لله سبحانه وتعالى الله أعلم بما في أنفسهم يا سلام شوف سيدنا نوح بتكلم بحيادية أمة يعني رغم أنه يدفع عنهم إلا أنهم دفع عنهم ظاهريا أما داخليا فالله أعلم بهم مشكلتنا أننا نتعامل مع بعض بالنوايا إذا ابتسم إنسان لآخر ده ابتسم صفر كده إذا سلم إنسان على آخر هو بيسلم محتاج مني إيه دخلت جوايا ده سيدنا النبي قال له يا أسامة أشققت عن قلبه لما قتل الرجل الذي ناطق بلا إله إلا الله جاهز عليه صعد كده وبيقطع العنق فالرجل قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فسيدنا أسامة قال له لا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال له ماذا فعلت يا أسامة قال له قتلت يا رسول الله قال له ولما قال قالها خوفا من السيف هو ما نطأش الشهادة إلا لما شاف السيف فهو خايف سيدنا أسامة هنا بدأ ليدخل جوا القلب والقلب لا يعلم ما به إلا الله فسيدنا النبي قال له يا أسامة أشققت عن قلبه وفي رواية قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءك الرجل بها بين يدي الله يوم القيامة يعني فالقلوب لا يعلم ما بها إلا الله أبدا فمش عايزين ندخل قلوب بعض ولا نفتش في نوايا بعض هو ده اللي سيدنا نوح قال له سبحانه عليه السلام قال الله أعلم بما في أنفسك إني إذا لمن الظالمين إزاي إني إذا لمن الظالمين يعني إن طردتهم وأسأت إليهم وتكلمت بكلام لا يليق في حقهم سأكون ظالما يبقى كل من يسيء إلى الضعفاء وإلى الفقراء وإلى نحالة القوم وإلى أصحاب المهن الصغيرة والرديئة المؤمنين والمشلمين منهم هو ظالم بنص القرآن إني إذا لمن الظالمين على لسان سيدنا نوح اسمع الآية كده ما ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أيوة لن يؤتيهم الله خير الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين وكلمة الله أعلم ما في أنفسهم دي خوف زي سيدنا عيسى ما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى لا نشبه لا نؤول لا نعطل ولكن نقول ليس كمثله شيء ننتقل إلى الآية رقم 32 الله يكون في عن سيدنا نوح بس سيدنا نوح الدرس الجميل للنهاردة أنه بيدافع عن من اتبعه مش بيتخلى عنهم أو يتنصل منهم لا 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 أو بيقوله إيه بيحرج منهم أو عشان هم فقراء أو بسطاء أو ضعفاء يقول خلاص لا لا خلاص لما تنصرون وترزقون بضعفائكم قالوا يا نوح هم اللي زيهوا سبحان الله بعد 950 سنة وسيدنا نوح يجي لهم بكل الطرق وبكل السبل وبجميع الوسائل هم يغلقوا آزانهم ويغلقوا أعينهم وخلاص يعني كان النوح ده بالنسبة لهم ولا حاجة لا شايفين ولا سمعين ففي النهاية يقولوا إيه بقى لما وصلوا بقى مش سلكين مع سيدنا نوح قالوا يا نوح الآية رقم 32 سورة هود ويا نوح كدو على طول مش يا نبي الله ولا حاجة شوف حتى عدم الأدب قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا هو من أكثر الجدال لمين ومن اللي أتعب مين ومن اللي زهق مين انتم ولا نوح هم قالبوا الآية هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى هو يقتل الأتيل ويمشي في جنازته يبكي هم دول اللي بيعملوا كده حاجة عجيبة قالوا يا نوح قد جادلتنا انت تعبتنا في الجدال ايه هو الجدال الجدال لغة اللي هو جدل الحبل اللي هو البرم بتاعه او الفتل تجيب الفتلة كده تبرمها او تجدلها يعني فتقوى وسمي الجدال جدال لان كل واحد عايز يبقى اقوى من الآخر وفي عندنا المراء وفي عندنا الحجاج وفي عندنا المزاح المراء ما بعد ظهور الحق حتى يقولك ان فلا تماري فيهم الا مراءا ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم احد المراء اللي هو الحوار بعد او الكلام غير المجدي بعد ظهور الحق الحق ظهر بس في مماراة وضربوا مثلا قالوا ايه ده عند حلب اللبن من الضرع وانتهى اللبن يماري الضرع يعني اللبن خلص يظل اعزاكم الله يعصر في الضرع الى ان ينزل دمن لكن المجادلة قبل الحق وجادلهم بالتي هي احسن انما الحجاج كل منهم يريد ان يقيموا الحج على الاخر سبحان الله طيب قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا حتى مش فاكثرت من جدالنا لا فاكثرت جدالنا اتعبتنا يا نوح فالحقيقة هما اللي تعبوا نوح فأأتنا نقول لك من الاخر بقى خير فأأتنا بما تعيدونا ان كنت من الصادقين يعني اللي انت عايزه عمله ورنا اخرك يا نوح بشي تبت قولنا ربنا يعزبنا لو ما وحدناش وما دخلناش في الاسلام وما اتبعناش المنهج قال لهم اه قال لهم هات اللي عندك هات بعيد عن سيدنا نوح وبتفسير مترجم كده بسيط يعني اعلى ما في خلاك ركبه اللي انت عايز تعمله عمله هات ما عندك مش فرق معنا اي حاج وده نفس القوم الموطلدين مع كل نبي اخي شوف حتى قالوا ايه ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب القليل سبحان الله طب ما تقول لهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأعننا على الامام به شوف اللجاج والمماراه والعناد في الباطل سبحان الله يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاكثرت جدالنا فاكثرتنا بما تعيدنا بعد 950 سنة هات يا عم اللي انت عايزه بقى ان كنت من الصادقين لو انا ما كان سيدنا نوح كنت ما سدات تقول لهم حاضر هعرفكم بس اصبروا لي بس لكن سيدنا نوح ياكلوا الامر لله يا سلام على التجرد في الدعوة يا دعاء شوف التجرد يا اخواننا يا علماء يا اخواننا يا وعاظ شوف التجرد قالوا اللي انت عايز تعمله عمله بقى وما بيكلمه هو الا انه نسمى الامر لله فقال الى رقم 33 سنة هود قال انما يأتيكم به الله انا مال لا دخل لي انا ما على الرسول الا البلاغ فقط شوف يا اخي نسبة الامر لله قال انما يأتيكم به الله ان شاء لا دخل لي المشيئة لله والامر لله ان شاء عذب وان شاء رحم خدوا بالكم وما انتم بمعجزين ولا تفرئوا ولا حاجة فالله قادر على كل شيء فانتم بالنسبة يعني بالنسبة لقدرة الله ولا حاجة وما انتم بمعجزين فما استعجلوش العذاب الله الله قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا ان كنت من الصدقين من العذاب يعني ها قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين وبعدين الاي رقم 34 ولا ينفعكم نصحي ان اردتوا الارادة النفسه هنعرف ليه سيدنا نوح نسب ارادة النصح لنفسه نسب ارادة النصح لنفسه ان اردتوا ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم يعني سيدنا نوح ينسب ارادة النصح لنفسه وينسب الاغواء الى الله هل الله يغوي عبادة هل الله يغوي ده ابليس هو قال فبعزتك لاغوينهم وفي الالة الاخرى قال فبما اغويتاني الله يغوي وما هو الاغواء هو الاغراء بالنسبة لله وبالنسبة للبشر وما الفرق بينهما ولله المسل الاعلى لنشبه لنؤول لنعطل ولكن نقول ليس كمثله شيء يعني ايه الاغواء في حق الله يريد ان يغويكم يعني نوح هينصح والله يغوي ده اللي هنعرفه ان شاء الله تعالى في حلقة الحلقة القادمة في الاسبوع المقبل يوم الخميس في برنامج قص الحق على قناة الرحمة كل يوم خميس من كل اسبوع الساعة السامنة والنصف تقريبا بعد العشاء نعيش ونتدبر مع القص الحق الى ان نلتقي بإذن الله نستودعكم الله ودائما لا تنسوا صلى على الحبيب قال بكي طيب اراكم على خير ان شاء الله بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته